السلام عليكم طلابنا الأعزاء. صفحة 11 في كتاب الطالب. نكمل ما هو مهم في كتاب الطالب باليونة 1. صفحة 11 في كتاب الطالب لا يوجد شيء. نذهب إلى صفحة 12 في كتاب الطالب. معناها نتيجة لهذا. أخيرا دعونا نتكلم حول. أضافة لذلك. حسب رأيي. في الماضي. دعونا نبدأ ب. القادم. ضروري أن ننظر إلى ما نهى الآن. السبب الرئيسي هو. معناه رغم ذلك. مثل ما متفقين فقط المهم. نومبر 1. دعونا نبدأ ب. دايت. نظام التغذية. يعني العبارات بالفراغات هنا ما جاي منه الوزاري لكن تحفظوهن ما دام هو كلمات في فراغات لأن تحفظوهن. أنا ترجم لكم بس ما جاي منه الوزاري. في بريطانيا. المصابين. المصابين. المصابين بداية السكر. يزداد كل سنة. جاي في أحد الامتحانات الوزارية. الفراغ نمبر 2. نخلي به. أنا هنا كاتبهن. هنا قدامكم حتى تكون واضحة. السبب الرئيسي هو. هنا نخليه بالفراغ الثاني. بأن الناس يأكلون الطعام الذي يحتوي على دهون كثيرة شقر وسكر وأملح. الفراغ الثالث. as a result. أول وحدة إذا قاعد تشوفونها as a result of this. أيها نتيجة لهذا نخليه بالفراغ الثالث. as a result of this نتيجة لهذا unhealthy diet. النظام unhealthy الغير الصحي. 60% من الناس البريطانيين لديهم زيادة في الوزن ولذلك في خطر يعني يكونون في خطر أن يصبحون ديابتك مصابين بداء السكر نصعد إلى الفراغ الرابع ماذا نضع فيه؟ نضع بالفراغ الرابع العبارة لقدامكم اللي هي next we need to look at ضروري أن ننظر إلى التمرين الرياضي النقطة الخامسة تاخذ in the past هذه العبارة نخليه بالفراغ الخامس in the past في الماضي people الناس used to walk يعتادوا على المشي more كثيرا or use a bicycle أو يستخدمون دراجة to get around ليصلوا الفراغ السادس ماذا نضع فيه؟ نضع فيه كلمة now الان هاي number six رقم ستة كاتبها جوالناو اذا نجيبها بالفراغ السادس الان everyone كل شخص gets in their car كل شخص يركب في سيارته instead of walking بدلا من المشي نكملها لان هاي السابعة قريبة عليها even if the distance حتى لو كانت المسافة is just a kilometer أو كيلومتور سوري كيلومتور حتى لو كانت المسافة كيلومتور أو اثنين الفراغ السابع ماذا نضع فيه؟ يا عبارة نضع فيه العبارة اللي تقول الفراغ السابع yes اكيد راح نقول yet هنا yet راح نقول مادام هنا yet معناها بالرغم من children spend أو بالرغم من ذلك yet بالرغم من ذلك children spend الاطفال يخضون hours ساعات playing tv and computer games يلعبون العاب التلفاز والكمبيوتر والحاسوب instead of running بدلا من الركض about outside حول الخارج فراغ الثامن نقول furthermore اضافة لذلك نجيبها بالفراغ الثامن furthermore اضافة لذلك we all know كلنا نعرف that regular exercise لأن التمرين المنتظم helps us يساعدنا to control أن نسيطر على our weight وزننا الوزن مالتنا and keep our heart ونحفظ قلبنا healthy صحي number nine الفراغ التاسع ماذا نقول في الفراغ التاسع yes نقول finally أخيرا let's talk about دعونا نتكلم حوله هذه الفراغ التاسع دعونا نتكلم حوله smoking تدخين نعم هذه هي انتهت لا يحتاج أكملها لأنه إذا يريد يجيبها يجب بس العبارة للنقطة كل شيء ينتهي لأنه بوكس يجيبها الفراغ العاشر هذا العبارة العاشرة التي قدامكم in my opinion في رأيي دعونا نقول الفراغ الحكومة يجب لا توفر رعاية صحية مجانية للناس الذين لا يهتمون في أنفسهم هذا ما يخص ما يتعلق بالأشياء المهمة في اليونت 1 إن شاء الله ماركو وما يجي غيرهم if you want 200 in English you must stay with us goodbye bye